استفتاء كردستان العراق ككل الأزمات التي عصفت ولا تزال تعصف بالعراق الجديد ألقى بالجزء الأكبر من ظلاله على أحوال المواطنين بل وأثر على أداق تفاصيل حياتهم أحد الإجراءات التي اتخذتها بغداد ردا على استفتاء الانفصال كانت العقوبات الاقتصادية كالحصار الاقتصادي وإغلاق المطارات والمعابر فضلا عن الامتناع عن دفع رواتب الموظفين في كردستان العراق فأضحت أربيل بين فكي كماشة الأول حصار حكومة العبادي والثاني الغضب الشعبي المتواصل الناقم على سوء الأحوال المعيشية سوء الأحوال المعيشية هذه تجلى بارتفاع معدل البطالة والفقر في كردستان ليتجاوز حاجز 15% بعد إيقاف أكثر من ألف شركة لأعمالها وخروج ألف أخرى من كردستان هذا الرقم المخيف بحسب خبراء الاقتصاد كان بسبب الإدارة الحالية للأزمة الاقتصادية نهيك عن أن سلطات كردستان وحتى السادس عشر من تشرين الأول لم تستمع لأحد حتى واجهت الأزمة الرهنة فخسرت موارد النفط وباقي الامتيازات التي كانت تمتع بها مدن كردستان العراق سابقا يحتاج إلى حلول سريعة الوضع الاقتصادي إجراء إصلاحات اقتصادية مثلا الفصل بين الرأس المال والسلطة مثلا إصدار قانون بعدم جواز أو بعدم سماح للأحزاب السياسية تمتلك شركات تجارية ولعل مشكلة كردستان العراق الاقتصادية إن أفضت إلى شيء فإنها ستفضي لأمرين مهمين الأول أن الحكومة في بغداد طوال الأربعة عشر عاما الماضية لا تجد حرجا من معاقبة سكان مدن بأكملها وفقا لخلافاتها السياسية بحصار وتجويع أو حتى عمل عسكري أما الثاني فإن تساوي سوء الحالة المعيشية وترد الحال بين مدن العراق هو نتيجة طبيعية لبنيان شيد بنظر البعض على خطأ فكان لزاما أن يكون بنتائج وخيمة وكوارث متتالية كما هو الحال في العراق اليوم